بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو صفحة 54 عزيزة الطالب تحتوي على موضوع قواعدي أشرحه إلك وبعدين أرجع أشرح لك وأفصل لك وأترجم لك شنو المفردات اللي موجودة هنا طبعا الموضوع القواعدي هو الجملة الأمرية مثل ما تلاحظ هنا عزيزة الطالب بهذا المربع طبعا الجملة الأمرية باللغة الإنجليزية اسمها imperative أو imperative sentence الجملة الأمرية أو بس imperative هي واضحة بس تقول imperative معناها أمرية زين نوب نجي باللغة العربية يعني شنو أمرية أمرية يعني تأمر لك واحد تقل لها مثلا روح تقل لها قاعد تقل لها أكل تقل لها إدريس هاي أمر بعد أمرية مثلا من تنهي تقل لها لا تمشي لا تأكل لا تذهب لا تأكل مثلا لا تتحدث فهاي تنهي هم أمرية إذن هاي الأمرية بعد عزيزة الطالب الجملة الأمرية ممكن أنك تطي نصائح مثلا instructions توضيحات دوس هاي شغل هاي اضغط هاي فهذه بعد الجملة الأمرية ممكن أنه أنت تأمر لك شخص مثل ما قلنا order هم تشتغل وتشتغل warning warning شنو التحذيرات التحذر مثلا باستخدام never أو استخدام don't فهنانا الجملة الأمرية أنا رح أبسط لك إياها بعد أكثر وأكثر لو تلاحظ أنا عندي الأمر يعني الجملة المثبتة الجملة الأمرية المثبتة يعني من تأمر لك واحد الorder طبعا هنا عزيز الطالب الأمر يعني شنو تبدأ بفعل رئيسي يعني استاذ شون تبدأ بفعل رئيسي مثلا تقل speak تحدث أو تقل stop توقف هذه كلها تبدأ بفعل رئيسي أو eat now كل الآن فهاي تبدأ بمن بفعل رئيسي أو مثلا إذا واحد شعلك كيف شي تقل تقل speak up أرفع صوتك تحدث بصوت مرتفع فهنانا أمر قاعة أمر إذا ولو تلاحظ هنا تقدر تقل speak clearly تحدث بوضوح تقل write down تقل فلو تلاحظ أن الجملة الأمرية تبدأ بفعل رئيسي بعد أكو ملاحظة راح تشوف عزيز الطالب صفحة 54 شي يقول يقول ملاحظة للتأكيد يعني شنو يعني emphasis طبعا التأكيد هو emphasis عزيز الطالب يعني شنو من تريد تأكد على واحد مثلا تقل صدق صدق تشوف بالعب العرب بالعرب بالعامة صدق صدق أحشب صوت صدق صدق مثلا دائما قول اسمك فهذه صدق صدق تتأكشف مرتين دا أكد علي فنش نسوي نستخدم do نخلي do في بداية الجملة لو تلاحظ شو صير صير do speak clearly حقا نتحدث بوضوح يعني أو نقدر نقول do speak slowly تحدث ببطئ وضحة الفكرة أو تقول clearly بوضوح فهاي do خاف تشوف هسا بعد شوية من الروح هاي للتأكيد هذا بالنسبة للأمر الجملة تبدأ بفعل رئيسي تأمر تطي رشادات تطي نصائح فهنا أما إذا شف الدوب البداية معناها للتأكيد تأكد علي بعد عزيز الطالب ناخد فكرة النهي أو التحذير تحذره تنهى يعني تقيل لسه هذا الشي أو تحذره warning فهنا شنو عزيز الطالب لو تلاحظ يكون باستخدام أداتي اللي هي don't مثلا don't speak لا تتحدث أو مثلا don't مثلا على سبيل المثال don't stop هي لا تتوقف هنا وضحة فكرة فهاي don't أو نقول never مثلا never let children play in the chicken لا تدع الأطفال يلعبون في المطبخ فهنا استخدمنا never اللي تعني لا النهي فالنهي أول شي don't أو never أي وحدة بس مو ثنينات don't never لأن هاي نفي و هاي نفي الصرف بات ما يصل لا don't لا never ثنينات إذا شفت معناها هاي جملة أمرية تستخدم للنهي المن للنهي بعد شي جو يجو 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 فعل مجرد مثلا don't speak don't talk مثلا على سبيل المثال don't open the door فلاحظ don't وفعل don't وفعل ناخذ مثال لاحظ don't tell anyone هاي مألوفة جدا جدا يزول بلا سالفه يقل لا تقل لأي واحد وهذا رح شي يسوي رح يقل لفلان ويقل لا تقل لأي واحد وهذا يقل لفلان واخر شي تطلع السالفة من تشرة وشغلتنا تعبانة كلش كلش فهذا don't معناها لا tell لا تخبر شفت استخدام منو don't ولاحظ بعد don't اش اجاني فعل اش اجاني فعل هس انه بناخد مثال على never never شوف never ولاحظ ما يصير تستخدم سوى low high low high low high low high never let children لا تدع الاطفال play يلعبون with matches matches اللي هو الشخاط او عيدان الثقاب عزيزي الطالب فهذا بالنسبة المن بالنسبة لاستخدام don't وال never بالجملة الامرية تحت عنوان الني او التحذير بعد عزيز الطالب محتمل يجيك بالامتحان بهاي الطريقة introduce yourself يعني قدم نفسك جملة امرية بعد يفعل تستخدم للامر وشي يقلك يقلك emphasize emphasize يعني اكد هذا الكلام using باستخدام do يعني استخدم لدو راح ببساطة تجيب هاي الدو ونتخليها بالبداية شون الصير الصير اتشي do حقا يعني تأكد للتأكيد introduce yourself يعني شنو يعني من تخابر لك واحد على سبيل المثال السحنا راح نروح على صفحة 4 50 مع نفس الأفكار نحتي من تخابر لك واحد لد قل لها عرفتني أنا من و ادري ش مادرين هو رقم غريب طال عدي و اصوات مختلفة اذا قل لك فلان او او فلان او 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 اعرف ك اما هاي بس بالاحرى بالافضل بالشي المرتب والصحيح قالوا أنا فلان هتش هتش السارف اخو ما ها عرفتني انا من و تخلي الشخص المقابل يعني ما يعرف شي يسوي شي ما يعني شي سمعك لا قبل يقلك لا زغران بك اما صوتك مالوف لا يقلك التفلان ويعرف هذا بالنسبة للطالب بالنسبة للجملة الامرية وان شاء الله رح نروح على صفحة 54 وصفحة 54 بها تمارين وهي هاي التمارين اللي تخص الجملة الامرية وهي هاي التمارين اللي يجي من عتب الامتحان لاحظ طبعا هو هذا يعتبر يعتبر الدرس الثامن من الوحدة الخامسة بتمارين صفحة 80 81 مهمات 80 81 مهمات هو عنواني رح يقول ميكينج تاليفون كول ميكينج يعني صياغة صنع اتصالات الهاتف يعني شون نسويهن ورح يطيك بعض النصائح الجميلة جدا جدا اللي عجبني حقا بعد اللي انا حابين وانتو تحبوهن بالمناسبة شي يقل لك هذي صنع صنع يعني شون نسوي عمل عمل اتصالات الهاتف يقول تحدث عن بعض الأشياء تدو أن تفعلها وأن لا تفعلها شوف رح يأمرك يأمرك يطيك أمر وينهيك يعني بعض الأحيان إذا أقل لك سوي هذا أمر لس سوي هذا نهي وين عندما تعمل ميكينج تعمل تصال اللي هو اتصال هاتفي مهم يقول الآن ريد أقرأ the pieces of advice pieces of advice اللي هي كلها بمعنى النصائح how many كم عدد did you talk about أنت حاشي به هذني النصائح أول نصيح تبدو بجملة أمرية وهنا كلين ذنيا جملة أمرية بالمناسبة شوف راح نيجي أول شي speak up تحدث بصوت مرتفع بصوت مرتفع موصيح لا يعني خلي الشخص المقابل يسمع على طار هاي السالفي ما التحدث طبعا أنا دائما دائما من أريد أسجد درس مثل هذا مثلا هذا على سبيل مثال دائما شوف صوتي عالي ومرتفع أبوي صوت العالي مثل هذا اللي أنا أحتي به أفضل من الصوت الناص الصوت الناص إذا أحتي ناص ان وحتي على كيف وهي شوية لأن أنت نايم لأن رايح طالع من الدريس لذلك أنا من نحتي بصوت عالي وهي أول شي على حسابك التحت هم تتفاعل وهي وثاني شي ترى أنا التعبان بالتالي يعني أنا رايح صوتي يعني أنا التعبان من نحتي بصوت عالي هاي دو شنو للتأكيد للتوكيد للتأكيد شوف خلني نقول بمعنى حقا يعني صدق حقا دو انتروديوس يورسالف قدم نفسك بابا ألويز دائما سي قل هو يو آر من أنت يعني ألو أنا فلان مباشرة هيت شي ألويز شوف ألويز دائما سي قل زين إذا خليت لك ألويز وخليت لك نافر هنا لازم تختار لازم تختار ألويز خليها ببالك دائما نقدم نفسك نجي لالdon't don't معناها لا شوف هنا نهي don't wait لا تنتظر for لي the other person الشخص الآخر to ask you to ask لكي يسأل شي يسأل who you are منه يعني تبسر عقد نفسك ولا تنتظر للشخص الآخر أن يسألك who you are من أنت it's not polite يعني هذا الشي غير مؤدبا يعني هذا الشي مو مؤدب هذا الشي مو صحيح ومع هذا يعني هو معرف هو معبر عنها مو معدب أنا ما أقدر أقول هيت وكثير من أصدقان وأحبان يتصل وما يقول أنا منه مو معناه الشخص المقابل مو مؤدب لكن هو مكتوب بالكتاب لكي أنا ما عليه يعني ما يخصني هذا الكلام العون شي يقول بعد يقول حقا شوف هنا حقا سي حقا سي قل لماذا أنت تتصل يعني منت تخابر لك واحد مو ضال ورا سبع تشريت قل ها فلان صديقان قاد قل لك تشو تشي خواه من البداية فأنت دائما شي يقول لك سي قل لماذا 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 أنت تتصل وراحين ها لا شوف ولاحظ دائما ورد والdon't يجيني شي يجيني يجيني فعل رئيسي لا تبدأ قبل الشخص الآخر يعرف يعني اتصالك بشأن شأن يعني هذا القصد من هذا يعني لا تسأل ها قل لك شي تريد شي تريد شي عندك متصل لا تسأل هيت شي خلي هو يقل لك وضحة الفكرة فهذا شي يقل لك هنا يقل لك لا تبدأ قبل قبل الشخص 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 الآخر يعرف يعرف عن اتصالك لو تلاحظ هنا يقول اتصالك عذرا ماذا تتحدث عن ماذا معناها ماذا يو انت تتحدث عن يعني تتحدث يعني شي تريد بالعام شي تريد بعد لو تلاحظ هنا دو حقا think فكر about بشأن what you want to say about معناها عن ماذا انت تريد ان تقول before قبل you make the call واكيد لازم اكون غرض من الاتصال فهنا يقل لك دائما نفكر بشأن ماذا انت تريد ان تقول قبل ان make the call قبل لا تتصل مو تطلع التليفون تخبر ها اشار دا قل لا قبل لا تتصل انت فكر شين راح تقول بعد don't لا waste تضيع time الوقت trying تحاول to think of things as you speak يعني راح الوقت ذاك منتظرك وتظال تفكر فلتضيع الوقت محاولا ان تتذكر اشياء بينما ان تتحدث فانا يقولك هل يمكنك انت ان تبدأ مرة اخرى او تبدأ مجددا من فضلك اشياء بعد تحق تتحدث ببطل معناها تحدث ببطل يعني مو بسرعة بما تعرف ذاك ان بكلير وبوضوح تذكر معناها تذكر ذات بان الشخص الاخر لا يمكن يعني الشخص المقابل هساني اذا انت انا 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 تعابير وجه تبين من احتي اياك حتى من شفاه انا انا رح تستلم حتى لو ما تسمعني لذلك انت من تخبر فاتذكر ان الشخص المقابل ما رح يشوف ك حتى يقرأ افكارك او انت ش تريد تقول لا تتحدث بسرعة كبيرة او سرعة كبيرة جدا حتى اذا انت متوتر او متنفرز او يعني متوتر هذا بالنسبة للتليفون كول ان شاء الله ما طولت عليكم بعد لو تلاحظ هنا عندي انس انس بطنة وجعة فاش راح يقول انس هاز لدي استامك ايك اللي هو المعدة هو يحتاج شوف هاي ناس مو يشوف دكتور يباو عليه شبعينا لا سي هنا بمعنى يذهب يراجع شي راجع يراجع ادكتر اللي هو الطبيب للمعاينة هاي معناها سي هيرينز هو اتصل المركز الطبيب لكي يصنع او يسوي يعمل شي يعمل ان ابوينتمنت ابوينتمنت معناها موعد ابوينتمنت معناها موعد ويطبي نجي المن نجي الهنا هنا هذي يقلك listen اصغي لانس المحادثة مالانس و انظر على سوزان نصيحة سوزان ماذا هو فعل بشكل خاطئ طبعا اصغاء هذي ونحنا نعرف الاصغاء شوي ما تجيب الامتحان من كل شمال نجي الهنا يقول بعض الاشياء انت يمكنك قولها تقولها وبعض الاشياء انت يمكنك ان تسمح صديق تقدر تحكي بالتليفون تقدر تسمع بالتليفون شن اللي تقدر تقول اسمك انس عبدالله هنا هنا انس عبدالله تقدر تقول انس عبدالله يتحدث او مثلا تحكي عن شنو انت اليمن متصل انا اتصل شنو انا اتصل بشي عن شنو او تقدر تقول على سبيل المثال هذا حسب الانس اللي صار رياء انو قاعد تصير بسوزان على العمود ادلايك انا اود توم اك اعمل انا ام ام اللي هو موعد من فضلك هذا اللي يقول اما لي سمعت اي ام سوري كود يو ربيت ذات بليز يعني ماذا ما سمعت واحد ما سمعت تش قال فانت تقدر تقول اي ام سوري انا ااسف كود يو ربيت ذات هل يمكنك ان تعيد هذا من فضلك او تقول اذا قل لك اسمه مثلا واحد قل لك اسمه وانت ما عرف شون تكتب الام لا ما عدت فاش راح تقول هل يمكنك ان تتهج هذا من فضلك يعني ترد لاسمك احرف اسمك فاي سبال معناها يتهج راح يرد لعبدالله شون رد لعبدالله بات اي ال ال طبعا اثنين دابل ال اي 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 ه وضحات الفكرة فهذا بالنسبة لسبل طبعا هذا بالنسبة الى شرح وتفصيل صفحة 54 وما اوصيكم بعد على التمارين اللي موجودة صفحة 80 81 اللي يتخص الامبراتف سنتنس الجمل الامرية طبعا لحد لنا انتهى درسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته